بسم الله الرحمن الرحيمة عزيزي طالبات وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز برنامج امراض النبات حلقة النهاردة هي حلقة جديدة من حلقات برنامج امراض النبات المكررة على جميع التخصصات احنا اخذنا في الحلقات اللي فاتت اخذنا مفهوم علم امراض النبات وقلنا هو العلم اللي بيختص بدراسة النبات المريض في الحقل ومنتجاته أثناء النقل والتخزين والتسويق مدرسها من حيث طبيعة المسبب المرضي والظروف الملامة لانتشار المرض وأيضا طرق المقاومة والعلاج وعرفنا الأهمية الاقتصادية لعلم أمراض النبات من حيث الخسار المباشرة والغير مباشرة وأيضا تطرقنا بالدراسة لدراسة مفهوم المرض النباتي وأنه هو كل تغير أو تحول أو انحراف عن الحالة الطبيعية التي ينمو عليها النبات ويؤدي ذلك إلى نقص في المحصول من حيث الكم أو من حيث الكيف وقسمنا الأمراض النباتية لنعين أمراض كيانية أو بنقول عليها أمراض جهازية وهي اللي بتصيب النبات بأكمله مثل أمراض الزبول والأمراض الفيروسية والنوع الثاني قلنا الأمراض الموضعية وهي اللي بتصيب موضع واحد من أجزاء النبات وقلنا دي زي أمراض التبقعات والأعفان وبعد كده بدأنا نتطرق بالدراسة إلى دراسة الأعراض المرضية وقلنا هي تعبيرات بيظهرها النبات المريض ليعبر بها عن مرضه وهي ناتجة عن التفاعل بين المسبب المرضي وأيضا النبات المصاب اللي احنا بنطلق عليه مصطلح العائل أو الهست وبعد كده أسمتلكوا الأعراض المرضية لأربع أقسام رئيسية وهي التغير في اللون وموت الخلايا والأنسجة والزبول والتغير في شكل وحجم الأعضاء النباتية وبعد كده أخذنا العلامات المرضية وقلنا هي تراكيب خاصة بالمسبب المرضي نفسه وتعتبر الدليل المباشر على وجود المرض واخذنا عناصر متعددة للعلامات المرضية ابتداءا من الغزل الفطري أو الميسيليم وانتهاءا بأعضاء الامتصاص وبعد كده بدأنا نتطرق بالدراسة إلى دراسة المسببات المرضية وأسمتلكوا المسببات المرضية إلى قسمين رئيسيين النوع الأول بنقول عليه مسببات حية والنوع الآخر بنقول عليه مسببات غير حية أو معدية وغير معدية أو طفيلية وغير طفيلية أيا كان المسبب أو المسمى أنتم طلب متفوقين وامتابعين حلقاتنا على شاشة التلفزيون المصري وأيضا على قنوات اليوتيوب وبالتالي أنتم عندكم كل حلقة بنراجع الجزء الأول من المنهج علشان إحنا عندنا طلبة المدارس المتقدمة نظام الخامس سنوات عندهم امتحان الترب فإحنا بنحاول بقدر الإمكان نعمل لكم ريفيجن سريع كده على الأجزاء اللي تم دراستها في منهج أمراض النبات وبعد كده بدأنا ندرس المسببات الحية قلتلكم بتشمل الفطريات والبكتيريا والفيتوبلازمة والنباتات الزهرية المتطفلة والنماتودة وأيضا الأشنات والطحالب والفيروسات كل دي أنواع مختلفة من المسببات الحية وعرفنا تعريف الاصطلاحي لكل نوع من هذه الأنواع وبعد كده قلتلكم العوامل الغير حية أو الأمراض الغير معدية أو الأمراض الفيسيولوجية وهي ناجمة عن تغير أو تعرض النبات النامي لأحد الظروف البيئية الغير ملامة مثل العامل الجوية أو نقص العناصر أو تعرض لرشب المبيدات أو زراعة النبات في تربة تركيزها عالي من الأملاح أو عدم التوافق بين الأصل والطعم أو التخزين في مخازن غير جيدة التهوية كل دي بتبقى عوامل غير ملأمة للنبات النامي وبالتالي بيكون عرضة للإصابة بالأمراض الفيسيولوجية وبعد كده بدأنا ندرس طرق انتشار أمراض النبات ابتداء من المياه والرياح والتقاوي والحشرات والإنسان وآلات الخدمة والسماد البلدي وأيضا الطيور والنماتودة والكراد وبعد كده ركزنا في الدراسة على طرق تشخيص المرض النبات وقلت لكم أن لا بد أن تكون مدربا ومؤهلا على كيفية تحديد المسبب المرضي لأن التشخيص الناجح يؤدي إلى العلاج الناجح والتشخيص الخاطئ يؤدي إلى العلاج الخاطئ وبالتالي زيادة التكلفة على المزارع وجعل المسبب المرضي لا يتم القضاء عليه وبالتالي تفاقم مشكلة أمراض النبات في المزرع أو في الحقل وبعد كده خدنا من طرق التشخيص المشاهدة والفحص الظاهري استخدام النباتات الكشافة استخدام الميكروسكوب الضوء العادي استخدام الميكروسكوب الإلكتروني وقلنا بيستخدم في تشخيص الأمراض الفيروسية وأيضا الفيتوبلازمة وإجراء بعض الاختبارات الكيموية أو إجراء بعض الاختبارات السيرولوجية أو نظام التنبؤ والاستشعار عن بعد أو استخدام التكنولوجيا الحيوية المعتمدة على استخدام الأحماض النووية اللي هي الـ DNA والـ RNA وبعد كده خدنا علاقة الأمراض بالبيئة كل مسبب مرضي بكل أعزاء الطلبة والطالبات بكل عوامل وظروف بتساعد على تفاقمه وتكاثره وانتشاره وأيضا إحنا لما بنيجي نعمل برنامج مكافحة سواء كان برنامج مكافحة وقائي أو برنامج مكافحة علاجي فلابد من جعل الظروف البيئية تكون في صالح العائل وليست في صالح تكاثره وانتشار المسبب المرضي وبعد كده بدأنا ندرس بعد علاقة الأمراض بالبيئة بدأنا ندرس بها طرق المكافحة المختلفة وقلت لكم تركزوا في طرق المكافحة المختلفة خدنا الطرق التشريعية ويعرفنا أهداف الحجر الزراعي وأنواع الحجر الزراعي عنا داخلي وخارجي وأيضا الطرق الزراعية هي عمليات الهدف منها زراعة المحصول إذا تم إجراءها بطريقة صحيحة بتفيد في جعل النبات النامي نبات قوة وبالتالي بيكون أكثر مقاومة ويكون عنده مناعة ضد الإصابة بالمسببات المرضية المختلفة وبعد كده بدأنا ندرس طرق المكافحة البيولوجية أو البيولوجيكا الكنترول وقلنا بديه تعتمد على استخدام الكائنات الحية الدقيقة في القضاء على المسببات المرضية واخدنا منها استخدام بكتيريا التضاد استخدام فطريات التضاد استخدام الفيروس البكتيري البكتيريوفاج واستخدام الفطريات في مقاومة النماتودة وجعل ظروف الطربة ملائمة لنمو النبات وغير ملائمة لتقاصر وانتشار المسببات المرضية وبعد كده بدأنا ندرس المقاومة الكيموية أو المكافحة الكيموية وقلنا دي آخر الدواء الكي لابد من ترشيد استخدام المبيدات الكيموية لما لها من أثار ضر على صحة الإنسان والحيوان وأيضا على صحة النبات النامي وبتؤثر أيضا على نظام أو عناصر النظام البيئي وبالتالي لابد من الحد من انتشار استخدام المبيدات الكيموية الضر وقلنا المزارع بيلجأ لاستخدامها ليه لسرعة تأثيرها وبقاء فعالياتها لفترة طويلة وأيضا سهولة إجراء المكافحة الكيموية وبدأنا ندرس أنواع المطهرات الكيموية أو المبيدات الكيموية قلنا مطهرات سطحية مثل الكابريت ومطهرات جهازية زي المضادات الحاوية وأيضا المبيدات الجهازية وبعد كده بدأنا ندرس ديناميكية المقاومة أو طرق استحساس المقاومة في النبات وولتلكوا تركزوا على المقاومة المستحسة وهي دفع النبات إلى تكوين المركبات المسؤولة عن المقاومة للمسبب المرضي قبل الإصابة وسرعة رد الفعل للنبات المقاومة عند حدوث أو عند إصابته بالمسبب المرضي وعرفنا أن المقاومة المستحسة هي نوعين مقاومة مستحسة جهازية ومقاومة مستحسة مكتسبة وبعد كده ديتكم تطبيقات على استحساس المقاومة في النبات وبعد كده خدنا ديناميكية المقاومة في النبات وأسمنا النباتات لإلى ثلاث أقسام رئيسية على حسب درجة قابليتها للإصابة قلنا نباتات منيعة من نباتات قابلة للإصابة ونباتات مقاومة وبعد كده أسمنا المقاومة على حسب طبيعة المقاومة في النبات إلى مقاومة تركبية وأيضا مقاومة كيمو حيوية وفي الحلقة السابقة خدنا الأمراض التي تسببها الفطريات عموما وعرفنا تعريف الفطريات وعرفنا الأهمية الاقتصادية للفطريات من حيث المنافع والأضرار والمميزات العامة للفطريات وأيضا خدنا في الحلقة السابقة تأسيم الفطريات على حسب طريقة حصولها على الغذاء قلتلكوا أربع أقسام رئيسية فطريات إجبارية التطفل مثل فطريات البيض الزغبي والأصداء وفطريات اختيارية التطفل وأيضا دي زي فطريات الزبول وأيضا فطريات إجبارية الترمم وفطريات اختيارية الترمم زي فطريات الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم وبعد كده بدأنا ندرس أول أمراض بتسببها الفطريات للنباتات المختلفة خدنا الأمراض التي تسببها الفطريات اللازجة وخدنا مثال واحد أو مرض واحد لأمراض الفطريات اللازجة اللي هو مرض ورم الجزر الصولاجاني في العائلة الصليبية درسنا من حيث المسبب وظروف الملامة لانتشار المرض وطرق انتشار المسبب المرضي وأيضا الأعراض المرضية وطرق المقاومة والعلاج تعالوا بينا أعزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم وحناخد فيها على شاشتنا المتميزة الأمراض التي تسببها الفطريات البيضية تعالوا بينا نبدأ حلقة اليوم ونشوف فيها أهم الأمراض اللي بتسببها الفطريات البيضية اول حاجة عندنا الصفات العامة للفطريات البيضية المايسيليم فيها بيكون غير مقسم ومتعدد الانوية وبتتكاثر تكاثر لا جنسي بتكوين الجراسيم الاسبورانجية وايضا بتتكاثر جنسي باسم الفطر اللي هو بالجراسيم البيضية وركزوا احنا هناخد خمس انواع من الفطريات فطريات بيضية وزاجية واسكية وبازدية وايضا فطريات ناقصة عايزكم بس تعرفوا انه التكاثر الجنسي دائما وابدا ما يلازم اسم الفطر يعني لو قلنا تتكاثر الفطريات البيضية تكاثر جنسي باستخدام الجراسيم يبقى على طول الجراسيم البيضية طب الفطرات الزاجية بالجراسيم الزاجية طب الفطرات الاسكية بالجراسيم الاسكية طب البازدية بالجراسيم البازدية طب الفطريات الناقصة لا stop off ليه اعف يا دكتور لأن الفطريات الناقصة سميت ناقصة وسميت بهذا الاسم لأنه لم يعرف لها حتى الآن طور تقاصر جنسي وإن كان في بعض أنواع الفطريات بدأ حديثا اكتشاف بعض أنواع التقاصر الجنسي لهذه الأنواع من الفطريات مثل أنواع مختلفة من الفطريات الفيرتسيليم والفيوزريم اللي هي بتسبب أمراض الزبور تعالوا نشوف مع بعض جزء مهم بقى اللي هي أول مرض حتسببه الفطريات البيضية لانتباتات اللي هو مرض اسمه مرض موت البادرات ما أنا عودتكم نحن نحلل اسم المرض اسمه مرض موت البادرات يعني البادرات هتجف ويتم القضاء عليها يعني هتموت يعني هتفقد الحياة طب البادرات البادرات يعني يا دكتور البادرات ما هي إلا أول نمو خضر يظهر فوق سطح التربة ويحتوي على الأوراق الفلقية أولا تاني أول نمو خضر يظهر يعني النبات وهو لسه صغير أو بطلق عليه لفظ البادرات تخيلوا لو المزارع احنا بنخاطب طبعا إخوانا المزارعين لو المزارع بدأ بزراعة أي محصول وينتظر أن ينمو ويكبر هذا المحصول وبالتالي أصابه هذا الفطر ويؤدي ذلك إلى موت البادرة مما يضطر المزارع إلى إجراء عملية بنقول عليها إما عملية الترقيع لو كانت الإصابة منخفضة أو إجراء إعادة لعملية الزراعة لو كانت الإصابة مرتفعة مما يؤدي إلى التأخير في معاد الحصاد وأيضا إصابة النبات بالعديد من الأفات المختلفة نظرا لتأخره عن معاد الزراعة المكرر طيب تعالوا نشوف بقى المسبب المسبب اللي عندي فطر بيضا عايز تكتب فطر حتأخذ إجابتك كاملة عايز أو درجتك كاملة عايز تكتب فطر بيضا يبقى أنت طالب متفوق هناخد بعد كده العراض أول حاجة بلاحظها لو أنا نزلت أرض مصابة بمرض موت البادرات حلاقي موت للبادرات قبل ظهورها فوق سطح التربة أو قد تموت بعد إنبتها وظهورها فوق سطح التربة مباشرة مع وجود تعفن في منطقة السويقة الجنينية السفل نمرة اتنين قلة عدد الشتلات الناتجة لو أنا حزرع في مشتل طبعا طب تعالوا نشوف مع بعض إزاي أكافح هذا المرض أول حاجة عندي زراعة أصناف مقاومة دي أكتبها في أي مرض وإن شاء الله إجابتك هتكون صحيحة معاملة البزور بالمطهرات الفطرية المختلفة طبقا لتوصيات وزارة الزراعة من طرق المكافحة أيضا أعزاء الطلبة والطلبات الاعتدال في الغي ومنع تزحم النباتات وبالتالي تقليل نسبة الرطوبة أربعة زيادة أو زراعة بزور نباتات الزينة في مواجير بها تربة خالية من الفطر أو تعقم في محلول الفورماليل تركيزه 5% قبل الزراعة بأسبوعين على الأقل أنا جاب لكم فيديو تعليمي بيبين لنا بيبين لنا مع بعض إزاي بيوصيد شايفين أيادي البادرة بتبدأ تنبت وإن أي حبة أو أي نبات بينبت أعزاء الطلبة والطلبات بيفرز من الجزر مواد بتنبه إنبات جراسيم المسببات المرضية وبالتالي بيبدأ الميسيليم زي ما أنتم شايفين دي صورة مكبرة طبعا الميسيليم بيبدأ ينشط ويغزو ويخترق الجدر الخارجية لخلايا النبات أو العائل وينمو داخل الخلايا مما يؤدي إلى موت شايفين أيادي البادرة بتبدأ تموت تحت سطح التربة طب لو استمرت شوية ونمت فوق سطح التربة برضو هو جواها وبيؤدي إلى موتها بعد ظهورها مباشرة فوق سطح التربة شايفين بقى المنظر اللي معنا في الفيديو ده ده الغياب الجور مما يؤدي إلى ظهور الإصابة على هيئة باتشز أو بنقول عليها على هيئة بقر تعالوا بقى نشوف مع بعض تاني مرض من الأمراض اللي بتسببها الفطريات البيضية مرض خطير جدا بيصيب أشجار الموالح في الوجه البحري في جمهورية مصر العربية وأيضا في محافظة الفيوم ليه؟ لأنه بيلائمه الجو الراطب ودرجات الحرارة منخفضة قد تتعرض إلى سؤال في الامتحان النهاي يقولك علل لما يأتي ينتشر مرض تصمغ الموالح في محافظات وليكن محافظة الشرقية اللي احنا منها أو محافظة الداهلية أو محافظة كفر الشيخ أين كانت أي محافظة من محافظات الدلتة أو الوجه البحري الإجابة باختصار لأنه هذا المرض يلائمه درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية بإجابتك تكون محددة ودقيقة وما تخافش من تغيير المسمى بتاع السؤال يعني بدل ما يقولك محافظات الوجه البحري ممكن يجيب لك اسم المحافظة مباشرة فأنت تبقى عارف أن المحافظة دي في الوجه البحري طب الوجه البحري فيه يا دكتور فيه درجة حرارة مرخفضة ورطوبة عالية يبقى ده على طول الفطر حيتكاثر وينتشر ويحدث الأثر المرضي له على أشجار الموالح طب ايه الموالح يا دكتور احنا مش عارفين الموالح برضا الموالح ما هي إلا البرتقان اللامون اليوسفي النارنجي كل دي بتبقى أنواع مختلفة من أشجار الموالح في جمهورية مصر العربية طيب ايه كمان عندي المسبب اللي هنا بيكون مسبب فطر بيضي بحنا على طول لسه شغالين في الأمراض التي تسببها الفطريات البيضية تعالوا نشوف الأعراض أول عرض حشوفه لو أنا نزلت مزرعة فيها برتقان أو أشجار الموالح هلاحظ أنه الأشجار المصابة هيكون عليها تعفن في قلف الشجرة اللي هو الإشرة الخارجية للشجرة قرب سطح التربة ويكون هذا التعفن مصحوبا بإفرازات سمغية عشان كده سمنا مرض تصمغ الموالح اتنين تعفن القلف تحت سطح التربة ويكون له رائحة البرتقال المتعفن ودي طبعا من المميزات المهمة لهذا المرض طيب تعالوا نشوف مع بعض تالت عرض من الأعراض إصفرار الأوراق وجفاف أطراف الأفرع وأيضا وجود عفن بني على السمار شايفين أدي سمرة برتقال مصابة وعلىها جزء بني مصاب بمرض تصمغ الموالح تعالوا نشوف بقى إزاي نعمل عملية كنترول أو مكافحة على هذا المرض طرق المكافحة استعمال أصول مقاومة مثل النارينج طيب حد يقول لي يا دكتور إيه كلمة أصول دي أصول أنتوا عارفين أننا في البساتين عموما وتخصص الفاكهة على الأخص بنجري حاجة بنقول عليها عملية التطعيم التطعيم يعني إيه يعني بيكون عندي النبات مكون من جزئين الجزء اللي في المجموع الجزري اللي موجود في التربة بقول عليه الأصل والجزء الذي تم وضعه أو تم التطعيم عليه بقول عليه الطعم يبقى أنا عندي جزئين أصل موجود تحت سطح التربة والطعم اللي هو بيكون للمجموع الخضري والمجموع السمري ده بقول عليه الطعم واللتطعيم طرق عديدة ومختلفة التطعيم القلمي والتطعيم بالعين والتطعيم بالبرعم أيا كان نوع التطعيم اللي عندي المهم أنه النبات اللي عندي حيكون أصل وأيضا طعم طبعا أنا بزرع أصل النارينج ليه لأنه النارينج المجموع الجزري بتاعه بيكون مقاوم لمرض تصمغ الموالي بعد كده يجب أن تكون بقى منطقة الطعم مرتفعة عن سطح التربة بمسافة لا تقل عن 30 سنتي يعني أنا لما أجي أقطع منطقة الطعم عن التربة التربة لازم الارتفاع بتاع الأصل يكون لا يقل عن 30 سنتي من سطح التربة بعد كده العناية بعمليات الصرف وعدم الزراعة في الأراضي السقيلة طب ليه دكتور عدم الزراعة في الأراضي السقيلة لأنه أنتوا عارفين أنه الأراضي السقيلة بتكون أكثر احتفاظا بالماء وبتكون نسبة الرطوبة فيها عالية تعالوا نشوف مع بعض الزراعة على مسافات واسعة حتى لا تزيد نسبة الرطوبة لسه إلينا من شوية حول النباتات وآخر حاجة معنا تجنب إحداث جروح أو خدوش في قاعدة الشجرة خلي بالكوا أعزاء الطلبة والطلبات احنا المسببات المرضية عموما سواء كانت مسببات مرضية بتصيب النبات أو حتى بتصيب الحيوان أو بتصيب الإنسان هي بتدخل إلى جسم العائل أيا كان العائل عن طريقين إما الفتحات الطبعية في جسم العائل أو إحداث الجروح ولذلك يجب توخي الحذر عند جمع المحاصيل المختلفة ونقلها وتخزينها أو تسويقها مباشرة لأنه إحداث أي جروح في الصمرة يعرضها للمهاجمة بالمسببات المرضية وإحداث الأثر المرضي لها على المحصول وبالتالي يؤدي ذلك إلى تعفن أو إحداث الأعراض المرضية اللي احنا أخذناهم في الحلقة الأولى تعالوا نشوف مع بعض بعد كده عدم ملامسة ماء الغي عشان للرطوبة لجزوع الأشجار ويفضل الزراع على مصاطب أو بواكي وآخر حاجة تعالج الأشجار المصابة بإزالة الجزء المصاب مع جزء من القلف السليم وذلك بواسطة سكينة حدة ثم الديهان بعجينة بردو تعالوا ناخد المرض الثالث اللي معنا في حلقة اليوم الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم وده مرض خطير جدا 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 على محاصيل البطاطس والطماطم سواء كان داخل جمهورية مصر العربية أو حتى في أوروبا وأدى إلى حدوث مجاعات في الدول الأوروبية لأنوا عارفين أن دول أوروبا بتعتمد اعتماد كل وجزء على محصول البطاطس ويعتبر من المحاصيل الاستراتيجية في الدول الأوروبية وهذا المرض اللي هو فيتوفسرا انفيستانس اللي هو الفطر ده أدى إلى حدوث خسائر كبيرة جدا في محصول البطاطس في سنة من السنين وبالتالي لابد من توخي الحذر عند زراعة البطاطس وزراعة تقاوي خالية من المسبب المرضي وأيضا تربة خالية من المسبب المرضي وإن شاء الله هعرض لكم دلوقتي فيديو تعليمي بيبين إزاي المسبب المرضي بيغزو محصول البطاطس وينتشر داخل أنسجة النبات المصاب تعالوا نشوف مع بعض المسبب قولنا فطر بيضي طب الأعراض على البطاطس لو أنا نزلت أرض مزروعة بالبطاطس هلاحظ إيه هلاحظ ظهور بقع مائية بنية وصغيرة على الأوراق هذه البقع بتكبر في الحجم ثم تعم كل سطح الورقة مع وجود إيه بقى؟ ده اللي بيميزهم مع وجود نمو زغبي رمادي اللون أو أحد يكتب أبيض رمادي اللون على السطح السفلي للورقة أيضا موت النبات في حالة الإصابة الشديدة وصغر حجم السمار مع وجود عفن بني بها طب تعالوا نشوف مصادر العدوى وخلي بالكم مصادر العدوى مهمة جدا جدا علشان أنا حتلافها أثناء إجراء عملية المكافحة أول حاجة بقايا النباتات المصابة كالعروش والدرانات الجراسيم الموجودة في الهواء أو مياه الري الملامسة بين الدرانات المصابة والسليمة في المخزن زراعة الدرانات مصابة تعالوا نشوف بقى دي صور بتبقين لك أعراض الإصابة على محصول البطاطس الظروف الملامة لانتشار هذا المرض يلائمه الجو البارد وخلي بالكم من الجادي والرطوبة العالية والأراضي السقيلة والرطوبة العالية والأراضي السقيلة فلابد من تقليل نسبة الرطوبة وتقليل مقررات ومعدلات الرأي أثناء إجراء عملية المكافحة طب تيجوا نشوف الأعراض على نبات الطماطم أيضا المسبب فطر بيضي الأعراض على الطماطم بتكون في صورة بقع مائية على حواف الأوراق وقاعدتها بتقدم الإصابة بتتحول إلى اللون الأسود بقع بنية أو زيتونية مسودة على السمار بتكبر في الحجم وبتكون حلقات دائرية في بعض الأحيان بعد كده وجود نمو زغب رماد اللون على السمار المصابة تعالوا نشوف بها طرق المكافحة إزاي أكافح مرض الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم أول حاجة بعملها اتباع دورة زراعية يراعى فيها عدم تعاقب زراعة البطاطس والطماطم في نفس الحقل يعني دورة زراعية يا دكتور أنت قلت لنا قبل كده فكرنا بيها لو سمحت الدورة الزراعية هي نظام تعاقب زراعة محصول معين في أرض معينة خلال فترة زمنية معينة ده باختصار تعريف الدورة الزراعية يبقى أنا بمنع تكرار زراعة محاصيل العائلة البازنجانية خصوصا اللي حملنا عليها فاميلي سولينيس اللي هي زي البطاطس وزي الطماطم وزي البازنجان كل ده بيمنع تكراره في الأرض لأنه دي بتبقى عوائل لجراسيم المسبب المرضي لمرض الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم التخلص من مصادر العدوة فاكرين لما قلنا طرق الانتشار اللي هي العروش والدرانات المصابة يبقى أنا بتخلص من العروش المصابة وقد تتعرض لسؤال عالي في الجزية دي يقولك يجب التخلص من عروش البطاطس والطماطم بعد جمع المحصول مباشرة سواء بالحرق أو بالدفن أو تقدمها علف لحيوانات المزرع ليه بقى بتعمل العملية دي لأنها هي بتبقى محتفظة أو بتبقى محتوية على جراسيم الفطر البيضية الساكنة وبالتالي بتنقل الإصابة من موسم إلى موسم آخر يبقى لازم بعد ما تجمع المحصول تتخلص نهائياً وتماماً وبالكلية من عروش الطماطم والبطاطس بعد جمع المحصول تعالوا نشوف ايه من طرق المكافحة بعد كده العناية بخدمة المحصول والتسميد تسميداً متوازناً فاكرين لما كنا بناخد علاقة الأمراض بالبيئة وقلنا ضرورة الاعتدال في استخدام الأسمدة الأزولتية قلنا لأنه هي بتدفع النبات إلى تكوين مجموع خضر كسيف وغض مما يجعل النبات عرضة للمهاجمة من قبل المسببات المرضية لأنه النبات الجدر الخارجية بتاعت النبات بتبقى غضة يعني طرية وسهلة الاختراق بمايسيليم وجراسيم المسببات المرضية المختلفة ولذلك لابد من إجراء برنامج تسميد متوازن بين الأسمدة الأزولتية المحتوية على عنصر الناتروجين والأسمدة البوتاسية المحتوية على عنصر البوتاسيام وأيضاً الأسمدة الفوسفورية المحتوية على عنصر الفوسفور ودي دعوة أيضاً من خلال برنامجنا المتميز برنامج أمراض النبات إلى ترشيد الاعتماد على استخدام الأسمدة الكيموية بقدر الإمكان والاعتماد عوضاً عنها باستخدام السماد العضوي الذي يتمثل فيه الكومبوست أو السماد البلدي أو أي كان مصدر السماد حتى ممكن أسمد بمخلفات إنتاج الغاز الحاوي اللي هو السماد البايو جاز سواء كان في صورة سائلة أو في صورة صلبة الرش بقى دي آخر حاجة بينها دايماً في أي مرض بيقابلنا الرش بأحد المطهرات الموصة بيستعملها من قبل وزارة الزراعة وبيتم الرش حوالي من أربع إلى خمس مرات إلى ست مرات بين كل الرشة والتانية بيكون فيه فرق أسبوعين على الأقل تعالوا نشوف بقى الفيديو التعليمي اللي وعدتكم به بيبين لك آدي آلة زراعة البطاطس طبعاً احنا قلنا الآلات ممكن تكون مصدر للآلات الغير نظيفة طبعاً ممكن تكون مصدر للإصابة بانتشار المساببات المرضية أو حتى التقاوي آدي تقاوي البطاطس الدرنة تحت سطح التربة مزروعة وهي محتوية على الجراسيم البيضية لمرض الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم بيبدأ الميسيليم ينمو داخل أو بين خلايا وأنسجة الدرنات المصابة وعندما تنمو وتنبت الدرنة شايفين احنا بنكبر لكم بقى الصورة بالنمجنا المتميز لن تجدوا هذه الخدمة التعليمية المتميزة إلا عبر شاشة التلفزيون المصري آدي البادرة بتبدأ تنبت وداخلها جراسيم وميسيليم فطر الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم شايفين بقى آدي البقع بنيت اللون آدي شايفين الجزء البني ده على استاق ما هو إلا أعراض الإصابة بمرض الندوة المتأخرة بالبطاطس والطماطم وأيضا على الأوراق حد هيقول لي يا دكتور طب إيه المشكلة دي بقعة صغيرة لا ما بعد شوية البقعة البنية دي بتكبر في الحجم وتؤدي إلى تدمير أوراق النبات بالكلية طب هذا إيه المشكلة أن وراء أو أوراق النبات أو شايفين بقى إيه الجزء الأبيض دي عبارة على سطح السفلي طبعا دي عبارة عن الحوامل الجرسومية الحامل الإصبوراندي لجراسيم فطر الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم وده الأكياس الكيس الإصبوراندي موجود أو محمول على الحامل الإصبوراندي طبعا زي ما قلت لكم دي الإصابة بتعم كل أجزاء المحصول وبالتالي تؤدي إلى خسائر فادحة طبعا أنا قلت لكم أنه الأوراق بتاعة النبات هي مصنع النبات وبالتالي هذا المصنع بيتم في تحويل الطاقة الضوئية الناجم عن قيام النبات بعملية البناء الضوئي إلى طاقة كيميائية وتحويلها إلى مصدر غزائي وبالتالي عملية الفوتو سينسز أو بنقول على عملية البناء الضوئي هي تعتبر أصل الحياة على سطح الكرة الأرضية وبالتالي الورقة لما بتتدمر يؤدي ذلك قد يؤدي إلى موت النبات وقد يؤدي إلى ضعف في إنتاج النبات من حيث الكام أو من حيث الكيف لابد من المحافظة على جميع أجزاء النبات لأنه كل جزء من أجزاء النبات له دور أساسي في إنتاج المحصول سواء كان مجموع جذري أو مجموع خضري أو مجموع زهري وسمر تعالوا نشوف بقى جزئية مهمة جدا وأمراض خطيرة جدا بتصيب المحاصيل المختلفة والمتنوعة وهي متعددة العوائل سواء كانت على المحاصيل الخضر أو محاصيل الفكهة المختلفة أمراض البياض الزغبي الناجمة عن الإصابة بأحد الفطريات البيضية أول حاجة هناخدها هي الصفات العامة لأمراض البياض الزغبي هنلاحظ أن الصفات العامة إحنا استمدناها من الصفات العامة للفطريات البيضية أول حاجة زي ما قلناها قبل كده الميسيليم غير مقسم ومتعدد الأنوية هي فطريات إجبارية التطفل يعني هي دكتور إجبار التطفل يعني كائن حي بيحصل على غذائه من كائن حي آخر ويموت بيموته ولا يمكن تنوياتها على بيئة صناعية داخلية التطفل يعني بتعيش داخل جسم العائل الإصابة بتحدث عن طريق الصغور الموجودة على الأوراق بتتكاثر لا جنسيا باستخدام الجراسيم الإسبورانجية أقول لكم بقى مختصر لجزئية دي علشان الطلبة اللي بتدون معايا الملاحظات اللي أنا والأسئلة اللي أنا بقولها دايما على مدار الحلقة بصوا بقى إحنا عندنا خمس أنواع من الفطريات الفطريات البيضية والفطريات الزائجية بتتكاثر لا جنسيا وحطه ثلاث خطوط تحت لا باستخدام الجراسيم الإسبورانجية طيب واللي بعدها الفطريات الأسكية والفطريات الناقصة تتكاثر لا جنسيا باستخدام الجراسيم الكونيدية ولسه واحدة معانا من الخمسة يا دكتور اللي هي الفطريات البازيدية وهي تتكاثر أيضا لا جنسيا بواسطة الجراسيم التيليتية يبقى أنا عندي البيضي والزائجي إسبورانجي والأسكي والناقص كونيدي والبازيدي تليتي وبينما التكاثر الجنسي يكون مصاحب لإسم الفطر يعني بايضي بواسطة الجراسيم البيضية زائجي بالجراسيم الزائجية وأسكي بالجراسيم الأسكية وبازيدي بالجراسيم البازيدية والفطريات الناقصة لما لا يعرف أو لا يوجد لها طور تكاثر جنسي حتى الآن طيب أنا عملت لكم مختصر للجزئية دي طيب نقول حتة تانية نقول حتة تانية الجراسيم عموما أو المايسيليم في الجراسيم فيه عوقات تلاقي مكتوب مقسم وعوقات تلاقي غير مقسم مقسم يعني الخيط لا توجد فيه حواجز عرضية إنما المقسم يعني هتلاقي في الخيط كده فواصل أو حواجز عرضية بين أجزاء المايسيليم المختلفة طيب نقولهم مع بعض البيضي والزائجي غير مقسم البيضي والزائجي غير مقسم الأسكي والبازيدي والناقص المايسيليم فيها بيكون من النوع المقسم بجدر عرضية تعالوا نشوف بتتكاثر هو باسم الفطر زي ما احنا عالين من شوية احنا عملنا لكم ملخص كده لكل الحاجات اللي انت حتتعرض لها بتتكاثر جنسيا باسم الفطره بواسطة استخدام الجراسيم البيضية تعالوا نشوف مع بعض أعراض الإصابة بأمراض البازي الزائجي دي الأعراض العامة ونحفظها يبقى حتسهل علينا كل الأعراض اللي حتيجي بعد كده لأنه الاختلاف بيكون في العائل يعني اقولك البعض الزغبي في الخص البعض الزغبي في العنب البعض الزغبي في القرعيات أي كان العائل فهو الأعراض واحدة طب ايه هي الأعراض ده دكتور انت حافظها طبعا أنا حافظها لأن أنا ممارس بيدي أنا مؤهل ومدرب واشتغلت بيدي وانت لا يمكن هتعرف الأعراض إلا لما تنزل المزارع المختلفة وتعرف أعراض الإصابة وتشخص بنفسك أعراض الإصابة بالمسببات المرضية المختلفة أنت دكتور في مجال أمراض النبات النبات بيلجأ لك علشان تعالجه محدش حيقدر يعالجه غير المتخصص في مادة أمراض النبات وإحنا بنأهلك وبندربك علشان تكون متفوق ومؤهل ومدرب لتشخيص المرض النباتي وأيضا إصدار الأحكام أن هذا المسبب هو مسبب فطري أو مسبب بكتيري أو مسبب فيروسي أو نباتات زهرية متطفلة أو نيماتودة أو أي أن كان نوع المسببات المرضية اللي احنا درسناها فلابد أن يكون التشخيص ناجح لكي يكون العلاج أيضا علاج فعال والعلاج ناجح للقضاء على المسببات المرضية طب إيه هي يا دكتور أنت قلت لنا أنت حافظ آه أنا حافظ ظهور بقع صفراء اللون على السطح العلوي للورقة بس كده طب ما أنا عندي البوع دي ممكن تيجي من أي مسبب مرض تعالوا بقى للي جاية هي اللي حتحدد لي أن أنا عندي إصابة بالبياض الزغبي لما أقلب الورقة على السطح السفلي للورقة حلاحظ خروج نموات زغبية لونها أبيض عشان كده سميناه بياض زغبي مقابلة للبوع الصفراء اللي موجودة على السطح العلوي وهي ما هي إلا الحوامل الجرسومية لجراسيم البيضية المسببة لأمراض البياض الزغبي طيب في حاجة تانية بقى حطوها كده في الممور بتاعكم أنه أوراق نبات البصل بتبقى ورقة أمبوبية يعني زي صباعة كده يعني ما لها السطح علوي وما لها السطح سفلي دي ورقة أسطوانية طب أحدد إزاي حلاقي بقى إيه حلاقي البوع على السفرة دي النموات الزغبية بتخرج من نفس وجود أو من نفس مكان البقع صفراء اللون على أوراق نبات البصل تعالوا استعرضها بقى على شاشتنا المتميزة علشان تحفظوا المعلومة زي ما الدكتور حفظكم المعلومة من شوي ظهور بقع صفراء باهتت اللون على السطح العلوي للأوراق وخلي بالكم من صح وغلط يقابلها على السطح السفلي نمو زغبي لونه أبيض عبارة عن الحوامل الجرسومية للفطر وهي خارجة من الصغور التنفسية الموجودة على أوراق النبات بتقدم الإصابة بتتحول هذه البقع إلى اللون البني نتيجة موت الأنسجة تعالوا نشوف مع بعض أعراض الإصابة أيضا في ورقة البصل زي ما قلت لكم من شوية بتظهر البقع الصفراء والنموات الزغبية في نفس المكان لأن ورقة البصل بتكون أسطوانية أو من النوع الأنبوبي بعد كده جفاف السمار الصغيرة وتشوه في السمار كبيرة الحل طبعا دي ورقة عنب مصابة دي السطح العلوي للورقة على البقع الصفراء لو ألبنا الورقة هنلاقي النموات الزغبية اللي لونها أبيض طب هناخد بقى إيه؟ أول مرض عندنا من أمراض البيض الزغبي اللي هو البيض الزغبي في العنب المسبب في طريبي والأعراض احنا حفظناها الدكتور قال لنا أن بتبع عبارة بقع صفراء اللون على السطح العلوي للأوراق تتحول إلى اللون البني ويقابلها على السطح السفلي نموات زغبية لونها أبيض تعالوا نشوف مع بعض الظروف الملامة لانتشار هذا المرض بينتشر فيه الوجه البحري نظلا لملامة الظروف الجوية من الرطوبة العالية ودرجة الحرارة المنخفضة بتكون حوالي من 25 إلى 27 درجة مقوي المكافحة بقى إزاي أعمل عملية كنترول وسيطرة على هذا المرض لو أنا نزلت أرض عنب مصابة بهذا المرض أول حاجة هعملها جامع الأوراق المتساقطة ويعدمها لأنها بتكون مصدر للعدوى في العام المقبل تقليم الأفرع المصابة ويعدمها وارغش بأحد المطاهرات الفطرية الموصب استعمالها من قبل وزارة الزراعة جاب لكم بقى فيديو تعليمي بيبين لنا أعراض الإصابة بمرض البياض الزغبي في العنب قادي الورقة قادي السطح العلوي للورقة وعليه قادي البوع لو أنت تركزوا قادي البوع على السطح العلوي للورقة لو إحنا قلبنا الورقة على سطح السفلي حنلاحظ النموات الزغبية اللي لونها أبيض شايفين بعم الورقة والورقة بيتم تدميرها وادي عنقيد العنب بتجف وتسقط لأنه وصيبت في مرحلة مبكرة بهذا المرض وده مرض خطير جدا بيصيب أشجار العنب وبيلأم درجة الحرارة بتبقى تتراوح من 13 إلى 30 درجة تقريبا وبيدمر محصول العنب لأنه طبعا تعرفين أنه محصول العنب ده محصول سناء الغرض سواء الأوراق أو أيضا سواء السمار اللي هي عنقيد العنب بيأثر عليها وبيحدث الأثر المرضي لأوراق أو لنبتات أو أشجار العنب طبعا النموات الزغبية بتبقى كسيفة وبيؤدي ذلك إلى أنه يقضي على المحصول بيصيب الأوراق السفلية لشجرة العنب وبتظهر أعراض الإصابة على سطح السفل زي ما أنتم شايفين أنت ما تنزل أرض مزروعة بالعنب ولقيت الأعراض دي على طول تقول للمزارع أن أنت مصاب بفطر البياض الزغبي وبينتشر عن طريق الرياح والمياه وأيضا بينمو في درجة الأطوبة العالية هذه السطح السفل للورقة وعليه الحوامل الجرثمية للبياض الزغبي في العنب طبعا لابد من التدخل بإجراء المكافحة للسيطرة على هذا المرض تعالوا نشوف بعد كده البياض الزغبي في البصل زي ما قلنا المسبب فطر بيضي العراض بقع صفراء بهتب يتكون عليها نموات زغبية لونها رمادي يشبها اللون البنفسيجي بيصيب أيضا الأزهار والأبصال ويسكن بها للموسم التالي طبعا دي ورقة بصل شايفين متضمرة نهائيا نتيجة الإصابة بجرسين فطر البياض الزغبي الظروف المقلامة لهذا المرض زي ما قلنا رطوبة العالية والليالي الباردة بيعقبها نهار دافئ تعالوا نشوف بقى نعمل عملية مكافحة زي لهذا المرض اعدام بقايا المحصول المصاب اتباع دورة زراعية مناسبة التسميد الجيد المتوازن عدم زراعة أبصال من محصول مصاب الرش بأحد المطهرات الفطرية المصاب استعمالها من قبل وزارة الزراع طبعا هناخد أيضا البياض الزغبي في الخص المسبب فطر بيضي طبعا دي أوراق مصابة بالبياض الزغبي في الخص الأعراض موت البادرات الصغيرة بمجرد ظهورها فوق سطح التربة بقع صفراء على السطح العلوي زي ما خدنا يقابلها على السطح السفلي لمواد الزغبية لونها أبيض في حالة زيادة الرطوبة أو أثناء الشحن قد يتعفن النبات نتيجة لإصابة بفطريات أو بكتيريا مترممة تعالوا نشوف المكافحة أو ناخد الأول طرق انتقال المرض بيمتقل أيضا عن طريق الرياح وبقايا النباتات المصابة والظروف الملامة الانتشار هذا المرض درجة الحرارة المنخفضة والجو الملبد بالغيوم والمكافحة زراعة تقاوي سليمة وعدم الزراعة الكسيفة وجامع وإزالة الأوراق والمخلفات النباتية المصابة وحرقها ولا ينصح برش الخاص ممكن يجي لك سؤال علل لا ينصح إجراء عملية المقاومة الكيموية أو رش الخاص بالمقاومة الكيموية أو المبيدات الكيموية هتقوله الإجابة وذلك لأنه محصول يتم التغذية عليه وللمحافظة على الصحة العامة لمن يتناول هذا المحصول هناخد بعد كده آخر حاجة معنا البياض الزغبي في القرعيات المسبب في طربيضي زي ما احنا متعودين الأعراض ظهور بقع صفراء محددة أو محدودة الشكل على السطح العلوي للأوراق بيقابلها على السطح السفلي للورقة نمو زغبي لونه أبيض بنفسجي وعند اجتداد الإصابة بتموت الأوراق وبيقل المحصول هناخد الظروف الملامة لانتشار هذا المرض درجة الحرارة المنخفضة وأيضا الرطوبة العالية ومن طرق انتشار هذا المرض الرياح والحشرات والأمطار والآلات الزراعة طيب نعمل مكافحة ازاي اتباع دورة زراعية مناسبة مقاومة الحشائش زراعة أصناف مقامة طيب ليها دكتور مقاومة الحشائش مقاومة الحشائش أعزائي الطلبة والطالبات بتفيد في القضاء على العديد من المسببات المرضية وليس هذا المسبب لأن الحشيشة ما هي إلا عائل بديل للمسبب المرضي وأيضا بتشارك المحصول في الغذاء وفي المكان والاحتياجات المائية وبالتالي النبات النامي بجوار الأرض الموبوعة بالحشائش بيكون نبات ضعيف وبيكون عرضة وأقل مقامة وعرضة للإصابة بالمسببات المرضية المختلفة ولذلك لو أنت كتبت في الامتحان زراعة أصناف مقامة والعنابة عملات الخدمة والتخلص من الحشائش كل ده هتبرل إجابتك دايما في كل الأمراض إجابة لأنه دي حاجات عامة ما يدرشي والاستخدام المتوازن للأسميدة كل دي بتبقى حاجات عامة فبالتالي إجابتك هتكون صحيحة بالتالي من غير ما أنت تحفظ أي عناصر كتير زراعة أصناف مقامة العنابة عملات الخدمة الاعتدال في الرأي والتسميد وأيضا التخلص من الحشاش والتخلص من بقايا المحصول يبقى عندنا دلوقتي زراعة أصناف مقامة طبعا عدم ارتفاع الرطوبة والتهوية الجيدة في الصوب لأن هذا المرض بيلأمه الرطوبة العالية وآخر حاجة بنقولها دايما الرش بأحد المطهرات الفطرية الموصف باستخدامها من قبل وزارة الزراع طبعا لو أنتم حابين تعرفوا الفطريات الزيجية يعني إيه؟ وإيه هي الصفات العامة للفطريات الزيجية وإيه هي الأمراض التي تحدثها هذه الفطريات للمحاصيل المختلفة وهي أعراض الإصابة بالفطريات الزيجية وكيفية إجراء المكافحة والسيطرة على الأمراض التي تسببها الفطريات الزيجية يبقى لازم تنتظرون في الحلقات المقبلة بإذن الله إحنا خدنا في حلقة النهاردة خدنا الصفات العامة للفطريات البيضية وأيضا خدنا أهم الأمراض التي تسببها الفطريات البيضية للمحاصيل المختلفة خدنا أول حاجة مرض موت البادرات وأيضا مرض تصمغ الموالح والندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم وأيضا أخدنا في حلقة اليوم أمراض البيض الزغبي كل ده بندرسه من حيث المسبب المرضي والظروف الملامة لانتشار المرض والأعراض المرضية وأيضا طرق المقاومة والعلاج بكده أعزائي الطلبة والطلبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم نشكركم ونحييكم